فتح تحقيق في عملية اتخاذ القرارات السياسية الجوهرية في المملكة المتحدة المتعلقة بقرارات الإغلاق وفرض القيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا من أجل تقييم السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال الأزمة حيث تضمن التحقيق شهادات خبراء الصحيين وشهود من فئات متنوعة في المجتمع البريطاني الدلائل التي استمعنا إليها تمكننا من وضع عملية صنع القرارات في سياقها ومساعدتنا في تحديد مدى مراعاة صناع القرار لمصالح هذه الفئات المواطنون البريطانيون تنوعت آراؤهم بشأن عملية صنع القرارات الرئيسة في وستمستر خلال جائحة كورونا لاعتقد أنه تمت إدارة الأزمة جيداً استغرقت الحكومة وقتاً طويل لفهم ما يحصل على سبيل المثال تأخروا بعزل كبار السن في دور الرعاية وكان من الرهيب أن تخالف الحكومة القواعد التي وضعتها عندما أقيمت حفلات في مقر الحكومة في وقت كان الناس يلتزمون بالقواعد لقد كان لدينا الكثير من المخاوف لكن في ذلك الوقت لم يكن أي شيء مثبت علمياً شخصياً لقد تلقيت اللقاح لأنه خيار جيد لي لكن بعض أفراد عائلتي لم يتلقوا اللقاح حتى الآن أعتقد أن سياسات الأخلاق كانت جيدة إلى حد ما ارتداء الكمامات لم يأتي بنتيجة جيدة في البداية لأنها لم تكن مهيئة للحماية من الفيروسات ثم تم نصحنا بارتداء كمامات طبية وكان الجزء الأول من التحقيق قد أوصى بالاستعداد للتصدي للأوبئة المستقبلية في وقت تشهد البلاد ارتفاعاً جديداً بالإصابات بفيروس كورونا واستدعوات السلطات الصحية لإعادة بعض الإجراءات التي كانت متبعة وقت تفشي جائحة كورونا ويهدف التحقيق إلى الوقوف على مكامن الصواب والخطأ في اتخاذ القرارات من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء ذاتها في إدارة الأزمات المستقبلية لمركز أخبار قنوات أبو ظبي جمان العزاوي لندن